السلام عليكم, اليوم جاء بكم مقطع جديد اليوم جاء بكم حلقة ماينكرو رقم 17 أعطيكم العافية الدعم اللي ما تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي تابعني إستقرام سويتر غيره أعطيكم العافية قلونا نبدأ بمقطع اليوم طيب أول شي بسوي اللي هو هذه الغرفة اللي ما دل إيش ما خلصنا للحين أضفت هذا الخشب اللي هو هذا وينه أوكي هذا بوليشت بصلت الله إني ما أدري اسمها كذا البوليشت هذا ما ما هو خشب بس كأن الخشب يعني فكرت أني أضيفها زي كذا وراح أكمل الجهة هذه وما ديش سواب هذه بس راح تترقع إن شاء الله ما راح تتخلص هذه الحلقة إلا وأنا مسوي هذا الشي فالحين أقول لكم شو يعطي راجع لكم كذا على طول خلصنا حلوين وصلنا إلى مرحلة كويسة صراحة بس إني محتار حاليا هل يكون السقف باللون الأسود من هذا البلوك ما تشوفون هذا البلوك أو يكون اللون البرتقالي زي هذا والله إني محتار مرة لكن بأخذ رأيكم يعني أنا بسوي باللون برتقالي بأشوف كيف يطلع مع أن اللون برتقالي هنا صاير صراحة يعني ما هو بالشكل اللي يبغاه بس بأسويه واقعا إلي ما تعطوني رأيكم بالكومنتات يعني زي كذا بيكون الوضع والله ما دي كيف يكون صراحة بس هذا أفضل من الأسود تقريبا فأعطوني رأيكم بالكومنتات أنا بالنسبة لي هذا أفضل باللون البرتقالي من الخشب نفسه لأنه يكون متناسق نوعا ما يعني هذا راح يكون بالأشكال هذه يعني هذه بلوكها لهنا وبلوكها لوراها حتى نفس الشيء لكن هنا راح يكون الوضع غير شوي أعطوني تقيمكم بالشكل نهاي يعني ما غيرت صراحة الشيء الكثير بس أنه صار جيد والله صار جيد والله يبغى لي النوار هنا أضطينا إضاءة هنا وحطينا عليه خشب زي كذا ونزلناها أشي أتنور المكان بس أحس أنه بيكون أفضل وهذا المكان ما أدري إش يسوي بالضبط يحس أنه مرقع كذا ما ينفع خلونا نشير بلوكة اللي تحتها نحط هذا كذا راح تضيع المكان في نفس الوقت ما راح تبين إلا إذا جيت هنا فخلونا نشوف الحيد كيف الشكل مبدئيا يعني خلنا نقول 60% الماء للبرتقالي لأنه كاسر اللون وأغلب المكان برتقالي وهنا يقول أسود ما أدري يعني أربي بالمئة أسود بسم الله مع الصفقة إن شاء الله خلصنا من الغرفة أخيرا والله العظيم متحمس من الزمان ما أدري إذا كنت متحمس من الزمان أبغى أخلصها والحمد لله خلصتها رقعت المكان من هنا مثل ما تشوفون طلع شكل رهيب يعني ما هو بالشكل الخرافي الأسطوري ذاك بس إنه طلع رهيب صراحة أضافنا إضاءات كثيرة الحمد لله عندنا محل فروقلايت خلونا نشوف محل فروقلايت وش طلع لنا طيب هنا نحتاج شموع شوي أنا طفيت القامة مثلا تشوفون هذا القامة طبيعي هذا القامة اللي هو يعتبر إضافة تقريبا ويبغالي أضبط هذا المكان هذا المكان قاعد أفكر أن يخليه يعني من الجوانب يكون المتابعي إلى المتفاعلين والله العظيم أفكر جد أن أخليها كذا بس ما أدري هل بسويها ولا لا خلونا رحسبون شررنا مذياب تقريبا ثلاثة ستاكات اللي هو يعني ستة كرو كوين والحين نأخذ أغراضنا ونمشي سيف البو شنطة شولكر هذا اللي فيه اميثلس تخلوه يا هذه الغرفة يا البنك واحدة منها يعني منجمل أم الجبل هنا منضيف هذا الغرفة احتمان نشيل هذا الكوارس اللي هنا خلونا أو شي نسوي لجولدن كارت نحطه بالأشياء هذي أوه هنا فيه أشياء شهذا أوه هذا الباقي أوكي راح نعبي المحل في سبون أنا مدري ليش حطيت نأخذ القولد اللي معنا ونسوي اللي هو القولدن كارت ما أنا معنا في الشنطة توقع عدد مهول جبنا كمية طيبة من الجزر فخلونا نروح لسبون ونعبي المكان حقنا أول محل حقنا ما أنا أتوقع أن فيه كم واحد شراء توقع أنا أقمارا شفت فيه ستاكات راهت يعني عبارة عن ثني كرو كوين فخلونا نروح لسبون ونشوف سبون شي جديد خرافي جدا 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 البنك جايك قريبة بإذن الله قريبة أنا آسف يعني أول شي خلونا نروح محل الجزر ميزة المحلات إنها جنب بعض ما عدا البنك اللي هناك طيب خلونا نشوف أنا مدري ليش فتحت شنطة هذا ما أنا أخذ مننا شي هذا ما أخذ مننا ثلاث ستاكات هذا ستاكات يعني هنا مفروض ثلاثة كرو كوين ثلاثة كرو كوين ممتاز ثلاثة كرو كوين هنا ونعبي الجزر اللي معنا كذا عبينا المحل من جديد ممتاز ممتاز روح المحل في روغلايت أتوقع أن سبيت أخذ مننا أتوقع والله العالم أنا أخذ مننا أوكي ما أخذ مننا هنا 32 حبب أوكي يعني هنا مفروض أن نجيب الشلكر الأخضر أنا ما جبت الشلكر الأخضر الله ما الفهاوة حطيته هناك يا عيان طيب هذه هي الإضاءات اللي إضافتها الأرضية لأنني يوم سويت كذا طلع هنا ما فيه إضاءات بس فوق والسقف عندي مرتفع شوي مليت المكان بالإضاءات بس ما دري يا أخي حسيت أنه يعني فيه فيه غلط بس ما دري وشي الغلط والله جد ما دري وشي الغلط نأخذ اللون الأخضر ما قصنا إلا 32 صح ياب 32 هنا نقصنا وخذينا الكرو كوين حقها بقي هنا بنفس جي أوكي نأخذ مننا 32 بعد نأخذ 32 والله فلا يا أخ علطوا ترجع اللي عبيتها أو ترجع اللي فاضي هنا الماقمة ما حترا مننا هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 كرو كوين يا عيال دييم يبغان نعبي يبغان نعبي توقع لنا كذا يكفي مثل كذا وبقي لنا نصف ستاك زي ما قلنا وبكذا عبينا المحل من جديد الله وملك الحمد يفرض أن نحط طريقة بيع بس أننا ما بتخرب المكان فهمتوا فخلونا على كذا أفضل لنا عبينا المكان عبينا المحل شي اللي جاي هنا عشانه بغير المحلات طبعا يب هذا الشي الأسطوري من عمل اسبيت هل نكتب له يا أخي أنت أسطوري والله العظيم شيء أسطوري جدا عليك البنارات قريب بنا يبغى بنارات خاصة بالثيم الياباني محتمال نحط ألم اليابان وحط أشياء ثانية والله العظيم شيء أسطوري جدا هذا الشيء ساتر يا ساتر يا سبيت يا ساتر نحط شدرز الشدرز مع النور بيخرب شوي بس إن شاء الله أنيكون أسطوري لا لا والله قوي الشدرز هذا لا 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 مستحيل طبعنا هنا سبيت ليسوا هذا المكان عشان البطولة هذه بطولة خاصة بالبي البي في بي عجلس تقول بي في بي بطولة بي في بي شفو ياسر ضد مين ياسر ضدي الله جينا 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 ننتقم بإذن الله ما شفيني حمسوي بإذن الله إنه بنجرد ياسر وننتقم بإذن الله قريب بإذن الله بتشوفون شيء يعجبكم اللي يحبون الانتقام بإذن الله يعجبكم هنا أوسمز ضد عبادي هنا سبيت ضد عادل فارس ضد فاصوليا هنا فاصو ضد لابا وطبعا هنا رفلكس متأهل وهنا واند ضد دياب أوكي أنا والله ودي أنتقم بإذن الله والله ودي أنتقم بإذن الله سمعني ياسر يخوف بالبي خلنكتب سبيت ما أودك تحط سنارة خلنشوف بيحط سنارة فلنت مع هذا الشيء أم لا يعني دروع يا أخي الضرب خيص والله ضرب خيص هذه التحديثات ذي يعني بتقلت تصد بعدين تضرب تصد بعدين تضرب يعني سيفس النارة والبيض وهذه الأشياء يكون شيء سطوري يعني من ناحية أن مثلا جاء واحد تخش عليك ترمع عليه بيض رح يدف شوي وتقدر تضرب الضربات حقك هو الكمبو حقك فبيكون شيء سطوري جدا بإذن الله شوفوا لا 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 إشياء هذه يا الله شاري مني كثير والله شاري مني كثير سالفة البركات بيكون شيء سطوري لو هذا سبيد والله شكرا لك لأنه قاعد تنشط السيرفر أو قاعد تحمس الشباب أنه من يزلون هنا آبا اللي شاف حلقة اللي راحت خسرت من عبادي وعبادي راح يلعب ضد ديار وهنا واسمز ضد الآبا ما دل ما تبلعبون لأمانة وناس في اللي قاعد يشفون المقطع اللي راحت منقهرين ليش تسوي تشعب ليش ضيعت الوقت صار الشيء طاح الفاس في الراس أنا ما يقولون فأنا ما أدري كيف بيكون الوضع لأنه قاعد أفكر الجبل هذا ما يكون شي عادي هل يكون منه قاعد أفكر أنه خلي لاذا اشتو الحركة حقت أمونغس أو مقلب أمونغس يكون هنا نفس مكانة بالضبط أو أنا سوي أمونغس كذا نازل أو متربع على الزاوية ويكون ويكون باقي الجبل مربط بأشجار وزي كذا وهنا غرفة راح تكون أمثست وشي مدموج مع الأمثست بحيث أنه يكون بنفسي زي النذر فأنتو شتبي أنت فشكرا اللي قالوا أن البنارات أنك يمديك تنسخها كنت ناسي ذا الموضوع اللي أمانة بأذن الله بوري سبيد عدد من البنارات بخليه يختار منهم اللي يبغى وراح نسوي أو نملي المكان حق الأرينة بيكون شيء أسطوري جدا شويات وراجع لكم بأذن الله فأحاول أن أجهز لهذه الغرفة اللي من زمان مفرض أن نسويها حاليا وش بسوي بنسوي أو سوينا بنارات لسبيد سبيد طلب مني بنارات مكان الأرينة اللي تكلمتكم عنه بنربطه بنارات خرافية بإذن الله تبين لكم أنها في اليابان أو بستايل ياباني ستقوم باقي حق الياباني بعد لأنه خلص الوالة اللي معي خلص الوالة الأبيض فبنحتاج أكثر هذا هو البنار الثاني هذا هو البنار الثاني هذا علم اليابان هذا حرف يابان يتوقع هذا الشكل عجب سبيد طبعا سويت لأشكال كثيرة قلت له أختار من هذه الأشكال كلها قال لي أبغى هذا وأبغى هذا قلت له حرف الياباني ترى راح أجمل المكان وفي نفس الوقت راح أسوي الحين سوشي مو باك لا بنار سوشي بعجبكم بإذن الله حاليا سيبغى لنا صوف أكثر كنت قبل شوي عند سبيد قاعد نضبط كل البنارات لكن حاليا احتجت اللون اللي هو البني مثل ما تشفون اللون البني الحمد لله أني عندي هنا يعني أين هذا هو سبيد عند لون نسوت كثير لكن ما عند لون بني فاضطريت أني أجي هنا وضبط هذا الشي فراح نسوي لايت غري طبعا نسوي من وحده ويجبنا نكرر زي ما نبغى باللون هذا الشكل بدأ نجيب اللون لايت غري نختار هذا الشكل أعطينا هذا وبعدها ناخذ البنر نحط عليها اللون الأبيض ونختار اللون أو الشكل هذا بعدها نضيف اللون الأحمر ونختار هذا الشكل اللي هنا راح يطلع عنا مثل ما تشفو كأنه من الاكتين أو شوب ستيكس بالعيدان ناخذ هنا وبعدها نجيب اللون ونختار هذا الشكل أين هذا وأخيرا هذا هو الشكل مثل ما تشوفون يعني بدأنا حاليا نسوي اللي هو 16 من هذه لازم نبقي معنا حبه من كل شي يعني عشان لو بغيرنا نبيع في المحل لأن عندنا هذه أشكال جديدة غير اللي في المحل وما شي يكتل المحل صراحة هل في أحد شرع أم أكثر قال ليش ما تخلي الطلب على الشكل مثلا واحد يقول لي سوي علم سوي اللي تبغى إذن الله أن سوي إعلام قريب فخلونا نفض بس للمحل وبإذن الله نضبط الشياء مرة كثيرة حاليا معنا الأشكال هذه ومعنا كمية طيبة البنارات ونقدر أكثر وصلنا لمحل رفريكس أتوقع هذه راح تكفي أن نسوي ستاكل أخير وله نمدل هل هو ستاكل أخير ولا لها لكن نحتاج لون أبيض ورفريكس ما عند لون أبيض عموما هو يقول ثلاث ستاكات وون كرو كوين ف إيزي ستاكات وون كرو كوين هنا ومع السلامة مثل ما تشوفو 16 لهذه اللحظة لما أنا أفقت كثير عند رفريكس عشان بس تجمع صوف المحل لم يفي صوف تشفت بعد ما أفقت المدة تمكن أربع ساعات إلى خمس ساعات أن ما حط إلا لون أبيض واحد على خروف واحد اللي قاعد تجمع قاعد أقول شف الصوف الأبيض قليل صار ما في خروف واحد علي لون أبيض لأسف بدين جاء قبل شوي وضبط الوضع وحط على كم لون أو حط على كم غروف وضبط الوضع الحمد لله خلصنا الشلكر بوكس هذا هو الشلكر بوكس مثلا ما تشوفون 16 من كل نوع 4 مرات 64 هنا 64 هنا 64 هنا 64 راح تشوفون وش بيسوي بالضبط سبيت إذا السلام نودي لهذا الشي وما عندي مشكلة حتى لو ما أعطاني فلوس عليه لأن ربط جائزة كبيرة جدا والبي بي هذه الحالة شيء أسطوري أنا مستمتع صراحة هذا إن شاء الله يضيف سيف سنارة بيض أي شيء طيب ننزل عند مكان اللي تحت نعطي للجائزة حلوين وصلنا نحط فوق ذا موجود وصلنا الطلب في أسرع وقت لا تنسى تقيمنا شبعت بيسل باقي الوان صح عنده 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 خلنزرف شوي يعني آسف ووش الكراج لازم الرجعة طب الأحمر ودي بهذا وصلنا الطلب في أسرع وقت لا تنسى تقيمنا بيسل محل البنارات نضبط كل يتبقى لازم نفتح الطلب الخاص يعني قريب طيب حاليا وصلنا للمرحلة اللي خلاص لازم الحيل نضبط المكان اللي فوقنا هنا فيه البوابة جامدة بسموزجة هنا فيه هذا المكان لازم نضبط كامل ستايل راح يكون قاعد أفكر أن أرجع البوابة زيادة ما أدري شلون تكون إذا بد أن المكان كامل هذا بيكون زائد السيار أو يعني سمونا ليفز بإذن الله لأن بيعجبكم وعنا الشيء الهم أن هذه البوابة كبيرة وكذا بس إنها ودي نها ترجع لكن ما أدري كيف تطلع من الجلاس واحتمال أن أربط الجبل هذا كامل بس ما أدري كيف يكون حلوين هذه الأمثست للأسف أن ما جمعت الأشياء الصغيرة هذه ما جمعت منها كثير فما أدري كيف يكون التصميم لكن شوية تراجع لكم والبنائة راح تكون بريبلي مود بإذن الله عشان ما تمللون طي مثل ما تشهون هنا قمت أكسر المكان وبدل الستون بالأمثست عشان يبدين نضبط المكان كامل وبعدها الارتفاع راح يكون بالأمثست وبعدين راح يكون الأشياء الباقية خلف الكواليس الله اللهم لك الحمد خلصت الغرفة تعبت الأمانة تعبت مرة مرة مو مسالفة أن تصميم ومو ما تصميم تعبت من النت أنا أشغالتكم بس تعرفون لما تقيد أربع ساعات تحاول تخذ سيرفر تحاول تسوي شيء ما تقدر يكرشك من السيرفر ترجع تحاول تشتري شيء مسبوع تليبوز تطع خربان عندي سبت اللاك فإذا تأخرت حلقاتي أنا آسف اللي مشترك يشترك خلونا نوريكم الغرفة طبعا هذا شيء سويت لكي أرقى كذا مثل ما تشوف الغرفة كلها أمثيس عبارة عن ليفز وهذه الأشياء ما حبيت كثير ليفز وما حبيت أن يكون في صوت الحين لأن هذا الباب مستقيد لي ما ما وضع صراحة وعموما هذا هو التصميم أعطوني رأيكم بالكومنتات حبيت أن ليفز ما تخرب على الشكل يعني أنت كذلك تشوف كامل وهذه يبغالها حبة كده رقية فوق لأن كانت هي عبارة عن البلكتين نازلة من هذه في النهاية هي يكون فيها الحديد أو وبعدها يكون فيها لنارة فكرت أن أعطوني رأيكم بالكومنتات هل هو شكل جميل أم لا شكل جميل هل نقلبها زرقة أم لا نخليها زي ما هي طيك العافية إن شاء الله استمتعتوا لما أنا كانوا وديني خلاص أجيب الكامل بسمعه مستحيل مستحيل مع ذنة الحلو ما شاء الله تبارك الله يحسدني شبعا طيك العافية إن شاء الله استمتعتوا اللي لمشترك شكرا لدعمكم شكرا لكلامكم والسلام